في شخص جديد ممكن تكون تعرفت عليه اساسا هاي الاشهر. في شخص جديد ممكن يكون شريكك او توقم الروح. صادق. ممكن يكون اسمر هذا الشخص. لبسه شوي مختلف عن المحيط. يعني عم بلبس بطريقة كتير بهتم بالفاشن او هيك شغلة. عم بيكون هادا الشخص شوي مكافح عم يتعب في جمع المال لحتى يرتبط. بس في في ارتباط ممكن يكون في هذا الشهر وكأنه يعني الامور ممكن تمشي اه كتير بسرعة. اه الابراج ممكن تكون مائية نارية اه ترابية لكن الاكتر الطاقي هي نارية. هاد الشخص ممكن يكون اه ناري على الاكتر. او ممكن يكون اه اه ناري او مائي. على الاكتر. خلينا نشوف نيتو. شوف هو هو عم يتطلع لك بطريقة انه انت افضل منه انت بمرتبة احسن منه انت على مستوى اه اجتماعي يمكن اكتر منه او ثقافيا. انت افضل منه في هاي العلاقة اه الجديدة. فهذا الخوف موجود عنده. خوف من الرفض. فهذا الاشي اللي مخليه يأجل اه الموضوع. مبين عندي فيه تأجيل. اه لكن رح يكون فيه اللي هي بداية انه يحسسك انه هو موجود. او انه هو اه الاهتمام. موضوع الاهتمام رح يبلش اه بانه يهتم. اه لكن ما هيبادر لانه شخص متردد او اه عنده عزة نفس كبيرة. ما بيرضى انه ينرفض. فممكن يكون هذا الشخص عن بيشعر هاي المشاعر. اه وهو على فكرة شخص طالع منه علاقة حديثا. اه سببت له نوع من يمكن انه اتعلم درس. ممكن هادا الاشي خليه كمان اه متردد. اه لكن انا شايفها علاقة مثمرة. كانت البرج زي ما قلنا اه الابراج اللي حكيناها. الطاقات اللي حكيناها. هادا بالنسبة للعزاق. شوف المتزوجين. للمتزوجين في مشاكل في شغلات. مش عارفة. ازا في طلاق ازا في حمل. ازا للمتزوجين الامور حلوة. ما في مشاكل. ما في منقصات. في بالعكس. اه اللي هو اتفاق بشكل اه حلو. ما في علاقات اه ثلاثية او عم تختفي. يعني مش مبينة ابدا في الورق. في ايضا للمتزوجين قرار رح يتخذ اما حول مسكن اه شايفة في حمل ممكن يكون للناس اللي يعني مستنين حمل في العائلة في اه حمل. بنسبة مثلا تمانين بالمية اه ممكن اه يكون. اه ممكن حتى مسلا تفكروا بالرفاهيات يعني اه اه رح يكون في رفاهية بشهر سبعة واك انه رح يدخل اه مبلغ تنفقه منه مش عارفة بس في نوع من الطرف اه في العلاقة. او ممكن يكون معناه انه اغضاق بالمشاعر يعني مشاعر اه كتير عم تكون قوية اه في شهر تموز. اه الشركة عم بيكون مهتم فينا اكتر من السابق. وعم بيخطط لقدام. وانتي لا الحمدلله يعني الورق كتير حلو من كل النواحي بالنسبة اه للمتزوجين شوف المرتبطين اللي مش منفصلين ولا متزوجين. اه اللي ع العلاقة. نشوف نية الشريك مثلا. والعلاقة رايحة اه لوين? لبرج القوس. برج القوس. عم تستنى مال. او الشريك عم يستنى مال. نيتو مش مية بالمية. رايحة ل آه الموضوع الجدي وللارتباط لكن مستقبلا ممكن يفكر لانه مبين انو المادة عنده رح تلعب دور بس مبين انه في رح يكون فيه توافق كتير كبير بينك وبينه و لكن العلاقة عم تتطور بيناتكم عم تتحول اما من صداقة لحب او من حب لخطبة وزواج فيه كروت حلوة بينت لكن عند البعض فيه نوع من المقارنة عم بتقارن انت او هو عم بفيه فيه نوع من المقارنة بيقارنك بشخص اخر او بحاول انه يختار بناتكم هذا الشخص الاخر ممكن الاهل بدهم اياه اهله هو الشريك وممكن القراءة تكون عكسية علاقة ثلاثية اللي هي مبينة وكذا وهذا مش موجودة اه لكن في في شخص مش حاب لكم اه الخير اه عم بظهر لي كل شوي بالاوراق لكن طاقته ما عم تكون قوية لذلك ما اه ذكرته هادا كل شي بالنسبة للمرتبطين انشوف للمطلقين والمنفصيلين من برج القوس برج القوس عم تتعامل اكتر اشي مع ناري ومائي ممكن برج التور جوزاء ممكن المنفصيلين الحبيب عم بفكر بطريقة غريبة يعني بتحسه عم بخبس عم بخبس كتير في حياته اه في اغلاط كتير اه عم بتكون اه عنده عم ياخد قرارات غلط في هاي اه الفترة عم يكون متخبط اه من غيرك اه في عنده حنين للعلاقة اه بيناتكو واكنه يعني حابب انه يرجع لكن في اشي عم بيسبب البعد عم بيسبب عدم الرجوع لحد الان نشوف اذا فيه علاقة ثلاثية ممكن يكون فيه علاقة ثلاثية عفكرة وفي عنده اه مشاكل صراعات مع ناس ممكن بعمله ممكن بعلاقاته العاطفية اه فيه شخص ثالث ممكن يكون فيه اه الموضوع هاد الشخص عم بدور شوي على المصلحة عم بيكون تفكيره منطقي كتير ويعني ما عنده كتير عواطف يشتغل عليها لكن اه عم بيشتاء وعم بيغار فيه علاقة ثلاثية فيه الموضوع عم يحكي مع طرف اخر ممكن هذا الطرف ما يكون يعني اللي هو خيانة مش خيانة يعني ما يكون طرف اللي هي علاقة ثلاثية ممكن تكون اه علاقة اللي هي طرف من الاهل طرف كذا يعني اي طرف ممكن يكون اه بيأثر على الشريك في عدم الرجوع هذا كل شي يبين للمنفصلين خلينا نشوف اذا فيه رجوع بشهر سبعة رح يكون مستمر الانتظار حبيبي اه لكن فيه فرصة فيه منتصف الشهر اذا ما كانت فيه منتصف الشهر ما زبطت ممكن في نهاية الشهر انه يكون فيه بوادر اه رجوع عم تسمع حكي اه عم توصل لك اه مساجات مثلا اه اه اتصالات ممكن منه اه 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 ا لكن عم بتحجج فيه امور يعني اللي هي اه بس انه بديو يحكي معاك ففيه بوادر خير فيه لكن رجوع اه يعني مش بنسبة كبيرة ممكن سبعين اه بالمئة لكن فيه رجوع اه اه بيناتكم اه ها هو حابب يترك اللي هو فيه ويرجعلك اه يمكن ما لقى الراحة في البعد وعم بيحاول اه الرجوع اه وعلى فكرة رح يتعب كتير عبين ما يستعيد ثقتك اه فيه لانه انت في مرحلة من المراحل خلاص فقدت ثقة اه فيه وكشفت عنده اه اه امور وصلتك اه اخبار اه اللي هي غيرت نظرتك اه اه اله وتحولت من مشاعر حب قوية لاللي هو اقل من هيك بكتير نزل من عينك اه اه عم بتفكر بافكار يعني سوداوية نحوه اه لكن هو عم بيفكر بالرجوع فانت حر في الرجوع لهذا اه الشخص او يعني الموضوع برجعلك انت طبعا هاي العلاقة هاي القراءة عم بتكون اه عامة ما عم تبقى عم تنطبق لها على الكل فحب حبيباتي يعني اللي متزوجين واللي على العقا عقا علاقات عم بغربط في الحكي اه اسفة اه اللي على اه علاقة وثيقة مع الحبيب اه وحكيت انه فيه علاقة ثلاثية اه برجع احكي ممكن هاي العلاقة ما تكون ثلاثية مش خيانة ولكن ممكن اه يكون طرف ثالث عم بتسبب في اه الوعد وفي المشاكل بينك اه وبين الحبيب خلينا نشوف ازا فيه نصيحة بقدملنا اياها الورق او الطاقة الكون او الكون اه لالنا نصيحة احنا محتاجينها في هذا الوقت نصيحة او الورق الورق نصيحة او الورق نصيحة او طاق الورق بقدملنا uh الطاقة الكونية بتحكي لك اه غير من توجهك اغير من توجهك من طريقة تعاديك مع اه الامور اه اه القوس عادة هو كثير يعني مرن وإنسان قوي في اتخاذ القرارات بيتخذ القرار ويمشي فيه للآخر فهاي شغلة حلوة فيه ولكن بيحكي لك هاي الفترة بدك تغير توجهك أو تغير من نوع الأشخاص اللي أنت عم تحتك فيهم لأنه عم بيسببوا لك نوع من الإحباط بيحكي لك كون حذر من الشريك من ناحية الشريك ممكن يعني تسمع شغلة ما تطنك عن الشريك طبعا عم بحكي عن المتزوجين والمرتبطين مش عن المنفاصلين احذر من خيبة أمل من كذا يعني تغدى فيه قبل ما يتعشفيك وعم بشوفك يعني عم بيبشرك بالانتصار على أكتر من صعيد فيه فرحة إذا كنت يبنيت ممكن تكون قعدة ستات هيك حلوة هذا الشهر عم تنموا على ناس إنها ميمة كتران عندك برج القوس هذا الشهر ولكنها ميمة حلوة اللي هي يعني تسلايج ترجمة نانسي قنقر